السلام عليكم في أماكن كثيرة في مصر وخارجها بنسمع عن صور وتماثيل مسيحية بتنزل زيت بعضها للسيدة مريم وبعضها للمسيح وبعضها للبابا شمودة فهل فعلا هذه معجزة أم خدعة؟ هنتكلم في الموضوع هذا النهاردة فتابعوا الفيديو للنهاية موسيقى لو أنا جبت لك لعبة زي دي وقلت لك إن هي معجزة لإن هي بتنور بدون بطارية أو كهرباء أول حاجة هتخطر في بالك هو إنك هتقول لي هات أشوفها أشوفها دي معناها إنك تمسكها وتفحصها وتقلب فيها وممكن كمان تاخدها المهندس كهرباء يفحصها ساعتها المهندس المتخصص هي يلاقي إن فيها دائرة كهربائية مخفية بطريقة معينة يعني مش معجزة ولا حاجة ده نفس الوضع بالنسبة للمعجزات المسيحية عموما هل الكنيسة أحضرت فريق من المتخصصين عشان يفحصوا الصور والتمثيل دي عشان نعرف سب خروج الزيت؟ لا حصلش لأن الكنيسة نفسها عارفة إن هي مش معجزة لو كانت معجزة كانت الكنيسة بنفسها هتجيب متخصصين محايدين يفحصوا الصور والتمثيل لكن هذا لم يحدث ولن يحدث يعني أنت كمسيحي مؤمن إن دي معجزة وربما أنت مؤمن بالمسيحية بسببها مؤمن بها رغم إن ما حصلش لها أي فحص علمي وما تأكدتش من نفسك إذا كانت معجزة ولا خدعة يعني ما بحستش وشفت هل في وصالات معينة خلف الصور والتمثيل وهي مصدر الزيت ده ما بحستش أنت مصدق لأن الكنيسة قالتلك إن دي معجزة ودي يا صديقي اسمها ثقة عمياء يعني مسلم عقلك ومصيرك لقس ممكن يكون القس ده زي برسوم المحرقي اللي زنى بمئات المسيحيات في الدير أو ممكن يكون زي الأساوسة والرهبان اللي قتلوا بعض في دير الأنبى مقار أو ممكن يكون زي الأساوسة اللي بيغتصبوا الأطفال ويتحرشوا بالرهبات أو ممكن يكون زي الأساوسة اللي تكلمنا عنهم في فيديوهات سابقة وأثبتنا إنهم بيكذبوا زي القمص عبد المسيح بسيط وزي زكريا بطرس وزي البابا شنودة نفسه الشاهد إن عندنا أمثلة كتيرة لأساوسة مش كويسين فليسي قال عمياء ليه تضع مصيرك في يد القساوسة هتقول لي إيه مصلحة الكنيسة إنها تكذب مصلحتها إنها تثبتك على المسيحية مصلحتها إن تظل لها سلطة عليك مصلحتها إنها تجمع منك العشور والتبرعات يعني أنت معتقد إن الشيوخ المسلمين بيخدعونا وبيضلونا ومعتقد إن الحكمات بيخدعوا اليهود وبيضلوهم وبغض النظر عن صحة أو خطأ هذه الاعتقادات لكن أنت ليه تنفي إن رجال الدين عندك بيكونوا بيعملوا نفس الموضوع ليه الثقة العمياء إزاي تؤمن بشيء لم يتم فحصه صحة الدين تبنى على عقيدته مش على خدعه هل تجسد الإله؟ هل الثلوث منطقي؟ هل الإله يأكل ويشرب ويموت؟ هل هذه أمور منطقية؟ الكنيسة تعميك عن البحث العلمي وبتاخدك في طريق الخرافة ولو أنت مصر تبني إيمانك على أشياء وهمية فلما تبقى هندوسي؟ ما رأيك في الفكرة دي؟ في سنة 1995 ملايين من الهندوس شاهدوا في أماكن متفرقة في الهند وخارجها تمثيل بتشرب لبن فإذا كنت عندك تمثيل بتنزل زيت فالهندوس عندهم تمثيل بتشرب لبن هل هذا دليل على صحة الهندوسية؟ لو أنت مصر على هذا النوع من الأدلة فإنت لازم تبقى هندوسي دلوقتي حالاً هذا الكلام نشرته صحف كثيرة مثل البي بي بي سي الكنيسة بتخدعك يا صديقي المسيحي على سبيل المثال كان فيه تمثال ليسوع في الهند مسمينه ويبنج جيسوس يعني يسوع الباكي عشان التنثال بينزل المية وكانت الناس تروح تشرب المية دي باعتبرها مية مقدسة لحد لما شخص هندي قدر يكشف هذا السر في سنة 2012 واكتشف ان المية دي مصدرها تسريب من مواسير المجاري الملاصقة للتمثال هذا الرجل اتهم بالهرتقة واضطر انه يحرب من الهند ونشرت السين ان فيديو عن الموضوع بتاريخ 7 ديسمبر 2012 بعنوان رجل يغادر الهند بعد كشف زيف يسوع الباكي وكذلك صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقرير من ست سنوات بعنوان جيسوس ويبت أوه إتس باد بلومبينج يعني يسوع باكة أوه إنها سباكة سيئة والرابط في الوصف لو حابين تراجعوها كان مسيحي هندي شرب مية مجاري باعتبارها مية مقدسة برضى وتعتيم الكنيسة وكان مسيحي هندي ما زال يشربها حتى اليوم لمجرد ان الكنيسة قالت له إنها معجزة وكان مسيحي مصري يتمسح بالزيت الذي يخرج من التماثيل والصور في الكنائس لمجرد ان الكنيسة قالت له إنها معجزة هل تملك الكنيسة المصرية الجرأة للسماح للمتخصصين المحايدين بفحص معجزاتها المزعومة؟ أنا متأكد أنها لن تفعل ذلك أبداً وبعد إنما افترضنا إن ده شيء خارق للعادة فعلاً ومالوش تفسير علمي وده ليس صحيح لكن مجرد افتراض يعني فلما يكون هذا من عمل الشيطان؟ عندنا نص في رسالة تانية لكرونسوس 11-14 يقول إن الشيطان نفسه يتمثل في شكل ملك نور فإذا كان الشيطان يحول نفسه لملك نور عشان يخدع الناس فلما يتسببش في أشياء مثل هذه عشان يخدع الهندوس وعشان يخدع المسيحيين ويثبتهم على عبادة الإنسان يسوع طبعاً ده مجرد افتراض والحقيقة إنها خدع زي خدع الهندوس وزي خدع التمثال يسوع الباكي بتاع مية المجاري ولهذا ستظل الكنيسة تتهرب من إجراء فحوصات علمية على معجزاتها المزعومة لأنها مجرد خدع كنسية أختم باقتباس عظيم ومزهل جداً من كتاب الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي المتوفى في القرن السابع الهجري يقول رحمه الله بداية من صفحة 53 فإن النصارى أمة عمياء وطائفة جهلاء قد غلب عليهم التقليد وتجنبوا محجة النظر السديد حتى لا يبحثوا عن صحة ما يلقيه إليهم أساقفتهم ولا يتأمل ما يعتمده في دينهم أكابرهم وطغاتهم ولولا ذلك لم يبقى لدين النصراني وجود لظهور فساده ونهيك عن قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمه وأن أمه ولدت خالقها ولما علم حزاقهم أن دينهم ليس له قاعدة تبنى عليه ولا أصل يرجع إليه جمعوا عقول العامة بتخيلات مهمة وأباطيل مزخرفة وضعوها في الكنائس والمزارات فمن ذلك أنهم وضعوا صورا من الحجارة إذا قرئ أمامها الإنجيل تبكي وتجري دموعها يشاهدها الخاص والعام ويكون لها مجاري رقاق في أجوافها من ورائها متصلة بزق ممتلئة من الماء يعصره بعض الشمامسة فيفر الماء في المجاري ويتصل بعيون الأصنام وكذلك يصنعون أصناما يخرج اللبن من ثديها عند قراءة الإنجيل وكذلك بسقلية وغيرها بعد ذلك يعرض اليوم القراءة في أمثلة أخرى على خدع الكنيسة ويشرح كيفية الخدعة ثم يقول بعدها وأصناف من الحيلة لما عدموا الحق الذي يصدع القلوب وتقبله العقول وأنا أنبهك على أن القوم ليس لهم حظ من النظر القويم ولا العقل المستقيم بل وجدوا آباءهم على الضلال فهم على آثارهم يهرعون قد غمرهم الجهل وعمهم العمى يعني لما فقدت الكنيسة الحجج المنطقي على صحة المسيحية ولما عجزوا عن إثبات دينهم بالعقل لم يستطيعوا إقناع الناس بالخطيئة الأصلية وكيف أن آدم أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فورث نسل آدم خطيته خطيئة تورث فيقرر الله أن ينزل على الأرض في شكل إنسان ليعيش مع الناس ويرضع ويأكل ويشرب مثل الناس ثم يقتله عبيده الرومان واليهود إله خلق أمه وأم ولدت خالقها ثم إن الإله واحد لكنه في نفس الوقت ثلاثة آب وابن ورح خدس واحد يسوي ثلاثة لما وجدوا دينهم يضاد العقل السليم دائما لاجأوا للألعيب والخدع ليخدعوا بها العامة ومع الأسف ما زال بعض المسيحيين يغلقون عقولهم ويرددون بدون تفكير خلف القساوسة آمين صديق المسيحي لا تضع مصيرك بيد القساوسة إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا انتهت الحلقة وإذا استفدت منها يضغط لايك وانشرها من المهتمين ولو حد حابب ينقشنا في المحتوى اللي واننا احنا مستعدين دائما لحوار صوتي أو مرئي لا تنسونا من صالح دعائكم ولو حابين تدعمونا منكم من خلال بيترون وربط فاصل في فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته